اعتلى الخليفة الحافظ الفاطمي عرش مصر عام خمسمائة وأربعة وعشرين بعد نجاح خصوم الفاطميين في المذهب الإسماعيلي في اغتيال سلفه في الخلافة الآمر بأحكام الله وقد استمر في الحكم ما يقارب العشرين عاماً لكنها كانت سنوات حافلة بالإضطرابات والقلاقل والصراعات لم يكد الحافظ يعتلي العرش حتى وقعت فتنة دموية بين الأمراء انتزع على إثرها الوزير أبو علي بن الأفضل بن الجمالي الوزارة وكان شيعياً إثنى عشرياً على عكس مذهب الخلافة الفاطمية فسجن الخليفة الحافظ في قصره واستولى على الكثير من أمواله واستبدى دونه بالأمر دبر الخليفة الحافظ مؤامرة لاغتيال الوزير نفذها بنجاح أحد مماليك الحرس الخاص عام خمسمائة وستة وعشرين والذين أخرجوا الحافظة إثر ذلك من سجنه ليتولى الوزارة الأمير أبو الفتح يانس والذي لم يعتبر بمصير سلفه فحاول الإنفراد بالسلطة فقتله أحد خدمه بتسميم المياه في حمامه بالتواطئ مع الخليفة الحافظ أسند الحافظ الوزارة إلى ابنه الأكبر سليمان ليلتقط أنفاسه من صراعات الوزراء فمات سليمان فجأة بعد شهرين فطمع حسن ثاني أولاد الحافظ في الوزارة فرفض أبوه توليته لأنه كان عاقا له فقرر حسن الخروج ضد أبيه وخلعه من الخلافة وحاز ولاء العديد من الأمراء والمتنفذين والعسكر بماله وسطوته فأجبر أباه على أن يوكل إليه الوزارة وولاية العهد من بعده لكن اتصف حسن ابن الحافظ بالطيش والبطش في آن فقتل الكثيرين من أنصاره قبل أعدائه بأقل شبهة خيانة حتى بلغ به الأمر أن يقتل أربعين أميرا في يوم واحد فضاق به العديد ذرعا وهجاه أحد الشعراء في قصيدة طويلة جاء فيها لقد جمعت بلا علم ولا أدب تيها الملوك وأخلاق المجانين تطورت الأمور إلى ثورة عارمة في القاهرة احتشد خلالها ما يقارب عشرة آلاف من الجنود والأمراء يطالبون بعزل حسن والتخلص منه فلجأ إلى قصر أبيه فحاصره الثائرون وهددوا بإحراق القصر إن لم يسلم الحافظ إليهم ابنه حسن أو يقتله واختار الحافظ التضحية بابنه لكي يستبقي حياته وملكه فأمر الحافظ طبيبه أن يقتل حسن بالسم ولم يرفع المتمردون حصارهم إلا بعد أن أرسلوا من تأكد بنفسه من موت حسن في تلك الأثناء لم تشغل الصدمة الدموية الحافظ عن التدبير فراسل أمير المحلة الكبرى بوهرام الأرمني وكان يشتهر بالقوة والتخطيط وطلب منه الخليفة أن يحشد ما استطاع من القوات ويعاقب المتمردين ويضبط الأمور في العاصمة الخارجة عن السيطرة حشد بوهرام ما استطاع من بني جنسه من المقاتلين الأرمن ومن انضم إليه من البدو والفلاحين ووثب إلى القاهرة فالتف حوله بعض الأمراء لا سيما الموالون للخليفة الحافظ وأعمل القتل والأسر في الآلاف من المتمردين والخارجين عن السيطرة ثم قمع ثورة الجنود السودان والذي كان ولاؤهم لحسن المقتول وبسط الأمن في القاهرة وكافأه الحافظ بمنحه منصب الوزارة عام خمسمائة وتسعة وعشرين وهنا كانت المفاجأة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر